اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الشيخ يتواجد ايضا في مقدمة هذا الشوت مقدما هذا الاسم بينما المركز الثاني الباز لمبارك بن محمد بن هادي اليربوعي المري ياتي على ثاني المراكز انتقل مباشرة هنا الى المركز الثالث الوصول من شاهين لسهيل بن حمد بالاسود العامري وصل على المركز الثالث بينما المركز الرابع ياتي غازي لنايف بن مبارك ايضا بن صلهم وصل في هذه اللحظات مع المركز الرابع نقلتنا الى المركز الخامس الوصول من القادم احمد بن سهيل بن منصور بخميس المنصوري مع الشط وصل شعاره ايضا الشدي بالفعل يتدخل على المركز الخامس نقل مباشرة الى سادس المراكز الوصول من الحذر مهنة بن سهيل بن مهنة بن نوفي المحرمي وصل على المركز السادس المركز السابع يصل الشامي لسيف بن رملي بن محمد العامري وصل في هذه اللحظات شعار بن رملي على المركز السابع المركز الثامن دخول جميل ورايع في ثامن المراكز ريسينج عوض بن حمد بن عبلان الاجتبي وصل في هذه اللحظات يقدم ريسينج ولكن هنا شعار اليابري مع مطفي ناصر سعيد اليابري وصل على المركز التاسع والمركز العاشر هنا وصول من هملول لسالم بسعيد بن مسلم العامري هذه النتيجة للعشر المراكز الأولى وجولة تفقدية من بعد العشر المراكز الأولى لأشعارات والأسماء القادمة للمنافسة في هذا اليوم لنا عودة هنا مع هذا المنظر الجميل من ميدان الوثبة ولنا عودة إلى مقدمة هذا الشوط وإلى صدارة هناك اللي يغير وخذ المركز الأول وخذ الصدارة الأولى يأتي في هذه اللحظات هنا شاهين سهيل بن حمد بن الأسود العامري يتواجد شعار بن الأسود على المركز الأول الباز على المركز الثاني أمبارك بن محمد بن هادي اليربوع المري على ثاني المراكز بينما دكتور سعيد بن سالم بن علي الشيخ وصل على المركز الثالث مقدمة سالهود في هذه اللحظات يأتي هنا مع المركز الثالث امطفي وصل صلالة امطفي غنية عن التعريب بالفعل ناصر بن راشد بسعيد اليابري وصل في هذه اللحظات يقدم هذا الاسم على المركز الرابع والمركز الخامس دخول في هذه اللحظات من الحذر مهنة بسهيل بن مهنة النوبي المحرم يوصل في هذه اللحظات تدخل على المركز الخامس بينما اللي في المركز السادسياتي الشط لأحمد بن سهيل بن منصور بخميس شدي المنصور يوصل في المركز أيضا هنا مشاهدين العذاب السادس في هذه اللحظات بينما المركز السابع تدخلات من ريسينج عوض بن حمد بن عبلان الاكتبي وأيضا تدخل في هذه اللحظات على المركز السابع أو المركز بالفعل السابع في هذه اللحظات المركز الثامن تدخل شعار بن رملي يأتي هنا مشاهدين العذاب سيب بن رملي بن محمد العامري يقدم الشامي في هذه اللحظات على المركز السابع والمركز الثامن هنا تدخلات التعاديات أو المركز الثامن بالفعل يأتي أيضا شعاب الرملي والمركز التاسع هنا هملول سالم بن سعيد بن مسلم العامري والمركز العاشر اللي وصل الفائز محمد بن سالم بالرباح الحربي وصل في هذه اللحظات رأي جبار بالفعل يدخل من عمق الميدان ليبحث أيضا مع هذا الاسم ومع هذه الانطلاقات الجميلة هنا مشاهدين العزاء متابعين الكرام نداءنا الثاني للعشر المراكز الأولى نعود هنا مشاهدينا العزاء متابعين الكرام إلى مقدمة الشوق إلى صدارة الأولى إلى شاهين السهيل بن حمد بالأسود العامريات في مقدمة هذا الشوق في المركز الأول في الصدارة الأولى ما زال متزعم هذه المجموعة وما زال منطلق هنا ليفتتح هذه البوابة الكبيرة بوابة الكيلو مثل الأخير أسماء قادمة هناك مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام الباز لعله الأبرز المنافسين لمبارك من محمد بن هادي اليربوعي المري ودخول من امطفي ناصر بن راشد بسعيد اليابري من القادم أول ندى لشاهين ماجد بن مصلة بن شعيفان السبيعي مرحبا بشعار السبيعي اللي وصل في هذه اللحظات تدخل أيضا في المثلث الذهبي ولكن الدخول أيضا من الفائز محمد بن سالم بن رباح الحربي وصل في هذه اللحظات يتدخل من عمق الميدان وصل أيضا حمد بن علي بنشطية طلوثيبي ليتدخل أيضا في هذه اللحظات مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام ولكن لنا عودة هناك مع هذه الأسماء القوية والعملاقة هنا الصدارة والتغيير مع امطفي 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 وصل في هذه اللحظات ناصر بن راشد بسعيد اليابري بدأ يتدخل هنا مع الأربعمائة متر الأخيرة والعصى في الأبطان ما شاء الله يا اليابري على الصدارة سلالة امطفي وين السلامات ما تتجه هناك وين السلامات إلى الفقع هناك إلى أيضا محمية الفقع بالفعل إلى امطفي أول شيء اليابري ومن ثم هلغ شاب يستهلون السلام تهانينة تهانينة والناموس على فوز امطفي لناصر بن راشد بن سعيد اليابري تهانينة والناموس على هذا الفوز والانتصار القوي الذي يقدم امطفي وسلالة امطفي الغنية عن التعريب الفعل تهانينة لناصر بن راشد بن سعيد اليابري لحظات الوصول بالمركز الأول بينما اللي احتل المركز الثاني والواصل على ثاني المركز الفائز محمد بن سالم بن رباح الحربي المركز الثالث كان هناك معاند نادر بسليمان بن سلام الفائدي لكهني المركز الرابع وصول من شاهين السيل بن حمد لسود العامري المركز الخامس الباز مبارك بن محمد بن هادي ليربوع المري هذه النتيجة ولنا عودة بالتوقيت الزمني ومع سلالة امطفي بالفعل حيث ايضا هنا يقطع مسابة السباق مشاهدين العزاء متابعين الكرام في ايضا سبع دقائق اربعة واربعين ثانية سبع اقزائم من الثانية تهانينة ناصر بن راشد بن سعيد اليابري على هذا الفوز والانتصار بينما المركز الثاني كان اداء كبير وتحدياته مثيرة اللي هو الفائز ايضا حصر على المركز الثاني سبع دقائق خمسين ثانية ستة اقزائم من الثانية تهانينة والناموس لمالك الفائز محمد بن سالف الرباح الحربي بينما المركز الثالث وصل في هذه اللحظات سبع دقائق خمسين ثانية سبع اقزائم من الثانية تهانينة والناموس لمالك معاند نادر بسليمان بالسلامة الفائدي الجهني تهانينة والناموس للجميع